اهلا بكم في معهد اسكندرية عليل الاعلام في مقرر الانشطة الترويجية المستوى الثالث لقسم العلاقات العامة هنتكلم النهاردة في المحاضرة الاولى عن تعريف الترويج تعريف الترويج ببساطة شديدة جدا هو نقل المعلومات عن السلعة او الخدمة باسلوب اقناعي اننا بنقل معلومة عن سلعة السلعة والخدمة الفرق ما بينهم ان السلعة دي دايما تكون حاجة ملموسة زي مثلا ازازة المية والخدمة دي زي مثلا شركات الاتصالات لما بتدفع فلوس مقابل كرت شحن او مثلا زي خدمة اوبر او زي خدمة كريم باسلوب اقناعي لمين بيكون الترويج لجمهور مستهدف من المستهلكين وبحس المستهلكين دول ان هما يتقبلوا السلعة او الخدمة المروّج لها ودايما الترويج بتعمل بشكل مباشر وغير مباشر علشان يقنع المستهلكين وفق امكانياتهم الشرائية وازواءهم ورغبتهم طيب هل الترويج ليه اهداف طبعا الترويج ليه اهداف مهمة جدا ومهمة جدا بالنسبة لان احنا في اول محاضرة في مقرر الانشطة الترويجية نعرف الترويج او الانشطة الترويجية بشكل العام ايه الاهداف اللي المفروض انا احققها من خلال الترويج كنشاط تسويق اولا الترويج بيلعب دور كبير جدا في المحافظة على العلاقة ما بين الشركة بتاعتنا او المنظمة بتاعتنا وما بين الجمهور ودا بيتم بشكل الاتصال بطريقة كويسة بتقوم المؤسسة ان هي تستخدم وكلات اعلانية علشان تطور الاعلانات وشركات علاقات عامة علشان تحسن الصورة الزهنية بتاعتها فعلشان كده احنا بنوضح اهداف الترويج على النحو التالي اول نقطة او اول بوينت معانا هو الوعي طيب الوعي انه مهم جدا اننا اوعي المستهلك واخلق معاه قلفة بينه وبين المنتج واسمه المميز انه مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نشتغل على معرفة المنتج ومعرفة الاسم المميز بتاعه اما كمان وكمان اننا اشتغل على طعميق درجة الولاء للمستهلكين بمعنى ايه الكلمة دي اننا اخلي المستهلك اللي انا محتاجه ما بيشوفش غير المنتج بتاعي فقط لا غير انا نازل من البيت انا هشتري مثلا على سبيل المثال مياه نسلة فقط لغير ولو ما لقتاش انا مش هشتري حاجة غيرها انا هشتري ماركة سيارات بجو ومش هشتري ماركة غيرها انا وصلت المرحلة من الولاء كبيرة جدا انا بلعب على طعميق درجة انا بلعب على انا بلعب على طعميق درجة الولاء للمستهلكين النقطة التانية بالنسبة لنا هي المعرفة والدراية ان انا بشتغل بصورة كبيرة جدا ان انا اعرف المزايا بتاعة المنتج او الخدمة اللي انا بقدمها للمستهلك بتاعي ثم مرحلة الاعجاب مرحلة الاعجاب ان انا اخلق حالة من الاعجاب بالعلامة التجارية بتاعتي واقدر اخلق الحالة بتاعة الاعجاب بالعلامة التجارية ان انا باستخدم الاسلوب الشائع ان انا اربط العنصر بتاعي او اربط ازازة المية بتاعتي البرفيوم بتاعي العربية بتاعتي برموز من المجتمع او المشاهير الممثلين الرياضيين زي مثلا عربية احدث عربية من شفرولي اللي هي شفرولي كابتفا اه اطلعوا ابطال الاعلان اه لممثل احمد حلمي وزوجته الفنانة منازكي هي الفكرة نفسها ان انا بربط العربية بالجو العائلي بفنانين محبوبين لمعظم الشعب المصري فبالتالي ممكن تحصل حالة اعجاب بالعلامة التجارية طيب اه النقطة اللي بعد كده هي التفضيل ان المستهلك لا يمكنه اتخاذ القرار النهائي حتى يتم تفضيل علامة تجارية معينة على البدائل الاخرى طيب وبتستهدف الاعلانات التي تقوم بعقد مقارنات مباشرة مباشرة بعقد مقارنات مباشرة بين المنافسين الى خلق هذا التفضيل طيب نفسس النقطة دي او نشرحها ببساطة شديدة جدا زي الاعلانات بتاعة اريل وبرسيل على سبيل المثال دايما ست البيت لما بتبقى قاعدة هي اه لما بتكون عايزة تغير فبتكون مش مش عارفة تاخد قرار فالترويج خلق الاعلان المقارن علشان يقسم الشاشة نصين وبيجيب المنتج المنافس وهو مش قادر ينظف القماشة او القميس اللي بيتغسل بطريقة معينة اللي كان عليه بوعد شوكولاتة مثلا وبنجيب المنتج بتاعنا وهو قادر ان هو ينظف المنتج او قادر ينظف الشميس ده من اول غسلة فهي دي فكرة التفضيل اللي احنا بنلعب عليها اما النقطة اللي بعد كده هي تدعيم موقف الاراء الحالية الايجابية للعملاء بهدف دفعهم للشراء باستمرار ان انا بحاول دايما اشتغل على تدعيم الاراء الحالية حول السلعة والخدمة ان انا اشوف دايما الاراء الريفيوهات الايجابية وابدأ اكرر فيها مرة واثنين وثلاثة علشان اخليهم دايما باستمرار عايزين يشتغلوا على شراء المنتج احاول على قد ما اقدر ان انا اغير الاتجاهات والاراء والانماط السلوكية السلبية للمستهلكين في الاسواق المستهدفة اني لو في اي حد عنده اه فيدباك وحش او سيء عن المنتج بتاعي احاول من خلال الترويج ان انا اغير له الصورة الزهنية دي ابدأ اقدم معلومات وبيانات عن المنتج للعملاء بتاعي في اوقات مناسبة زائد اختيار وسائل مناسبة طيب بالنسبة لاختيار الوسائل المناسبة زمان كان الناس بيشتغلوا باستراتيجيات فكرة ان انا استخدم كل الوسائل الاعلانية من اعلانات صحفية الاعلانات التلفزيونية الاعلانات ازاعية او الدور لان دور مطبوعات ملصقات كل العناصر بتاعة الترويج ولكن في الفين وعشرين الحاجات دي او كل الادوات دي اصعارها باقت غالية جدا وباقت زيادة جدا ومع التطور اللي حصل ظهر المصطلح بتاع ال 360 دي جري وهو فكرة ان انا بخلي الشاشة فيها اونلاين ووفلاين وببدأ اشوف او اختار ايه الوسائل الاونلاين اللي انا عايز اشتغل عليها وايه الوسائل الاوفلاين اللي انا عايز اشتغل عليها فمثلا انا بعمل اعلان عن معهد اسكندرية عالي للاعلام فانا اه ممكن اشتغل اونلاين على الفيسبوك اشتغل على اليوتيوب اشتغل اه على مثلا اه في الاوفلاين ان انا اعمل اعلانات او الدور اه في شوارع اسكندرية ان انا اعمل اعلان صحفي في احدى الجرائد القومية اللي هي فيها صفحات تعليمية الناس بتتبعها بشكل متواصل وتكون هي دي الوسائل اللي انا اقدر اشتغل عليها مع ذكر الوسائل دي هتفيدني في ايه هتفيدني ازاي طيب النقطة اللي بعد كده ان انا احول العملاء المحتملين اللي هما ما بيستخدموش المنتج لعملاء حاليين بيستخدموا المنتج بتاعي بصفة مستديمة وده من اهم الاهداف بتاعة الترويج كمان من اهداف الترويج ان انا لازم اعمل اعلانات بشكل مستمر عشان اقاوم الجهود الترويجية للمنافسين طيب على سبيل المثال في النقطة دي تحديدا حد هيقول لي يا دكتور طيب انا مثلا كشركة كوكا كولا مثلا ما ان الناس بتشربني من غير ما من غير اي حاجة وما فيش اي مشكلة هقولك ما ينفعش ان انت بتعملش اعلانات لان انت عندك شركة منافسة اسمها بيبسي لو فضلت لمدة كبيرة تعمل اعلانات وانت ما استمردش ان انت تعمل اعلانات الاقبال اه على بيبسي هيكون اكبر بكتير جدا لان الصورة الزهنية عندهم عن بيبسي هتكبر اكتر والتكرار والتذكر لبيبسي هيكون اكبر بكتير من المنتج بتاعك طيب دايما احنا بنقول ان البايع والمشتري او صاحب السلعة بعيد عن المشتري فاحنا بنقول ان احنا عايزين وسائل تساهم في تحقيق الاتصال فمهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نشتغل على نقطة يا شباب اسمها تنشيط المباعات والبيع الشخصي زي ما بنشوف دلوقتي في المولايات الكبيرة البنات اللي بيبقوا وقفين اه بيدوا لك عروض على اريل على منتجات الشامبوهات على كل الحاجات اللي زي كده طيب مقاومة الجهود الترويجية للمنافسين لمحاولة الاستمرار والبقاء المثال اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية بس ده بشكل اكبر بكتير من فكرة اعلان فقط لغير هنا انا بقايم المنافس بصورة علشان اقدر استمر الفطرة اطول في السوق على سبيل المثال اه بيبسي اه عملت اه شكل الكنز كوكوكولا عندها نفس الفكرة بيبسي اه لما عملت ازازة مية معدنية اسمها اكوا فينا كوكوكولا على طول راحت عملت دساني بيبسي لما عملت دوري بيبسي للمدارس اه كوكوكولا على طول راحت عملت كوبة دوري كوبة كوكوكولا هي دي الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها ان انت على طول لازم من اهدافك ان انت تبقى متابع المنافس بتاعك وتقاوم الجهود بتاعته علشان ما يكونش هو اللي مالك السوق لوحده طيب اه من النوعات برضو المهمة جدا ان الترويج بيساعد على التأثير على قرارات الشراء وبيظهر ده اه لما المستهلك بيشتري سلعة اضافية اخرى ما كانش مخطط ان هو يشتريها في احد المتاجر بمعنى مثلا على سبيل المسال انت المطرح فتح الله وتروح كرفور انت بيبقى معاك لستة او ورقة انت والاسرة عندك في البيت اه والله هنشتري كذا وكذا وكذا بتكتشف وانت ماشي ان انت اشتريت حاجات انت مكنتش حطيتها في حسبانك وده نتيجة الادوار الاتصالية من شكل التغريف بتاع العلبة مثلا من خلال اه واحد اه او ولد او بنت بتوع تنشيط مبيعات بتوع اريل هيجي يقولك لا ده فيه خصمة مثلا على كذا فانت بتقول ان انا هستفيد بحاجة زي كده طيب النقطة تانية اللي معانا وهي تنوع الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك والزيادة الحاجة الى القيام بالنشاط ترويجي ان انا عايز اعنوع في الحلقات الوسيطة اللي بيني وبين المستهلك فابدأ ان انا اعمل ايه اه تنشيط مباعت عايزو يشتري اكتر ما بيشتري في العادي بتاعه طيب النقطة الاخيرة معانا يبعث الترويج مناخا من التسليع والترفيه من خلال ما يقدموا الاعلان من مشاهد وصور تصاحب عملية العرض والتقديم ان بدأت الفترة الاخيرة زي مثلا الاغنية بتاعت مثلا على سبيل المثال اللي لسه نازل من يومين بتاعة يا بلدنا يا حلوة بتاعة عمري دياب مثلا ان هو بدأ ينقلك الاعلان كشركة فودافون لشكل اغاني مبهجة تقدر ان انت اسمعها وان انت برضو في النهاية تبقى عارف ان ديه من خلال فودافون بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا وان شاء الله نتقي في المحاضرة القادمة